اعتبارهم الثروة الحقيقية للبلاد جاء تحديد يوم الثالث عشر من مارس من كل عام ليكون يوماً للاحتفال سنوياً بالشباب الكويتي المسؤولون في وزارة الدورة لشؤون الشباب أكدوا أن تخصيص هذا اليوم يأتي بالتزامن مع اليوم الذي تم فيه تسليم الوثيقة الوطنية للشباب الكويت تسمع إلى سمو أمير البلاد حفظه الله إذ يعكس أهمية هذه الفئة في مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية وإيجاد مساحات يكتشف فيها الشباب إمكانيته وقدراته ومهاراته وزارة الدولة لشؤون الشباب سعت منذ انطلاقتها للوصول إلى شباب متمسك ومرتقن بالقيم الوطنية مبدع وشرك في التنمية المستدامة وها هي اليوم تتوج ثمار جهدها بإعلان الثالث عشر من مارس يوماً للشباب الكويتي طبعاً يوم 13.03.2016 هو أول يوم شبابي للكويت لكن إن شاء الله رح يتم إدراجه سنوياً بالرازنامة الدولة أوجه رسالة للي جميع من يودوا أن يشاركنا بعملية تنمية البلد أن احتفالنا بوزارة الدولة الشباب باليوم الشبابي وبكل يوم ليس بالشعارات وليس بالمسيرات التغليدية بل هو بالعمل الجدي المستمر ندعو الجميع أن يحتفل كل يوم بالعمل الجدي هذا من أجل خلق مستقبل أجمل إن شاء الله هو 13.03 بالنسبة لنا يوم جميل حق وزارة الشباب ويوم عظيم بالنسبة حق الشباب لأنه هو ذكرى تسليم الوثيقة الوطنية لسيدي صاحب السمو التي تم اعدادها من قبل شباب الكويت بالنسبة حق الشباب هو عيد الشباب رح يكون وهو ثمر إنجاز الشباب اللي أنتوا قاعد تشوفونا وزارة الدولة منذ نشأتها أطلقت استراتيجياتها والعديد من المبادرات والبرامج المتكاملة والشاملة لضمان تنمية الشباب ومشاركتهم في المجتمع وتمكنهم من القيادة والريادة الإبداعية هو دائما الشباب اللي أحد الصعاب أو العقبات اللي يتواجه أنه أمام درب طويل ما يعرف إيش ممكن يعمل بوقته ما يعرف إيش فلما يكون فيه يوم مخصص له مقبل الدولة مقبل ناس خنقول وصلت إلى أنهت مشوارها وشافت الطريق كيف طويل وكذا وهتمت إنها تنشئ يوم خاص لهم فهذا يعني فرصة لا تعوض لا تقدر بثمن نشكر دولة الكويت خاصت لنا هذا اليوم للشباب وهذا دليل على الدعم الكويت لنا إحنا إن شاء الله كشباب كويتين وشابات كويتية إن شاء الله نكون قدل مسؤولية ورفعنا رأسهم إن شاء الله نكون قدل فخر وزارة الدولة لشؤون الشباب تسعى اليوم مع شركائها المهتمين بالقضايا الشبابية إلى الأخذ بيد الشباب الكويتي إلى مستقبل أكثر إشراقا لهم ولوطنهم إذن دولة الكويت تخصص يوما للاحتفال بشبابها إيمانا منها بأنهم هم الكنز الحقيقي الذي لا ينضب وإيمانا بقدراتهم وإبداعاتهم الخلاقة فإذا كان الشباب اليوم يمثل نصف الحاضر فإنه في الغد سيكون كل المستقبل ديمة دحدة لتلفزيون دولة الكويت